نظراً للحاجة الملحة للتعقيم والتعفير في الوقت الحالي قامت ملاكات قسم المشاريع الهندسية بصناعة عدد من منظومات التعفير ذي المواصفات النموذجية وتوزيع على مراكز ومستشفيات مختلفة في محافظة كربلاء المقدسة كخطوة وقائية معتمدة في معظم مدن العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد قامت العتبة العباسية المقدسة والمتمثلة بالكوادر الهندسية تابعة لقسم المشاريع الهندسية بعمل منظومات للتعفير تم عمل ست منظومات تعفير عدد اثنين في مستشفى الكفير التخصصي اثنين في مدينة الإمام الحسين الطبية واحدة في وحدة الطبابة والمستشفى اللي هي في سفر الإمام الحسين تستخدم هذه البوابة من أجل تعقيم الأشياء الصلبة كسرير المرير وكاستوانات الأكسجين وتستخدم أيضا من أجل تعقيم الأشخاص وملابس الأشخاص وأيديهم منظومة حديثة تعمل بنظام الاستشعار تم تصنيع بآد عراقية من قبل ملاكات الهندسية في العتبة العباسية المقدسة كمساهمة لحماية المجتمع من جائحة كورونا حيث تعمل على تعقيم الأشخاص الداخلين للمستشفيات والخارجين منها بعد تزويدها بمواد معقمة ترجمة نانسي قنقر